الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير رحل عام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم عن رؤية بيع البيت. عما يشوف الشخص انه بيبيع البيت بتاعه. انا عرف معناه بشكل عام. اولا رؤية بيع البيت القديم بتاعه من الرموز اللي بتدل احيانا على هموم وعلى احزان هيمر بيها الشخص. كمان البيع البيت القديم برضو من الرموز اللي بتدل على الاسف على فراء. سواء فراء بين فصال او فراء ببعد او بسفر او فراء بلا قدر الله بيموت. ممكن يكون الفراء ده بين زوجين او بين اصدقاء او بين شركاء. اه في بينهم مشروع. او اصدقاء هيحصل ما بينهم شقار او خلاف. او ممكن يدل على منازعات عائلية او خلافات عائلية. لما يشوف الشخص ان هو بيع البيت بالفعل القديم ويشترى بيت جديد افضل. فآآ من الرموز اللي بتدل على استقراره. وعلى آآ سعادة هيحصل عليها وعلى آآ التبديل في آآ احواله الاقتصادية وتحسن في احواله الاقتصادية. آآ كمان خلاصه من اعباء الماضي او من مشاكل كان عايش فيها في الماضي هيتخلص منها. آآ كمان ممكن احيانا بالفعل تدل على انتقاله من مكان آآ لمكان تاني آآ افضل وآآ احسن. آآ كمان لما يشوف الشخص انه بيبيع بيت العائلة بتاعته او بيت اهله. آآ رؤية تبيع البيت الاهل برضو من الرموز اللي بتدل احيانا على حدوث امور شوية آآ سيئة. آآ كمان آآ برضو من الرموز ده ما شوف انه بيبيع ال البيت فبتدل على هموم وعلى آآ غم ممكن آآ يعيش فيه. اما لما شوف انه هو باع البيت ال ال البيت ده ويشترى بيت جديد او آآ بنا بيت جديد فده خلاصه من هموم او خلاصه آآ من احزان كمان خلاصه من اعداء وانتصار عليهم. آآ الفتاة العز بقى لما شوف انه هي بتبيع البيت بتاعها. آآ برضو من الرموز اللي بتدل برضو على هموم. آآ كمان من الرموز لما تشوف انه هي بتبيع اللى ال ال البيت فللالاسب برضو من الرموز اللي بتدل على فشل وعلى آآ اخفاق ليها في حياتها آآ كمان على آآ ممكن مشاكل او صعاب او عقبات هتقابلها ليها في المستقبل. لما تشوف انها حصلت على بيت جديد يعني بعد القديم وحصلت على بيت جديد فده آآ بشارة ليها ب آآ نجاح وبتحقيق اهلام وتحقيق طموحات كمان بتجدد في حياتها بشكل عام كمان البيت القديم برضو من الرموز اللي حالي بتدل على زواجها من شخص ولكن الشخص ده هيكون شوية فقير المرأة المتزوجة لما شوفي انها بتبيع البيت برضو من الرموز اللي بتدل على علاقة سيئة هتكون بينها وبين زوجها هتكون فيها مشاكل هتكون فيها خلافات هتكون فيه منازعات ممكن مشاكل او الخلافات دي تقدي لقدر الله لانفصال كمان لما تشوف ان هي بقى بتصلح البيت ده او بترممه فمعنى كده ان شاء الله هتواجه الازمات دي او هتواجه المشاكل او هتواجه امور صعبة كانت في حياتها هتواجهها وهتتغلب عليها كمان اما تشوف المرأة المتزوجة ان هي اشترت بيت تاني جديد افضل من القديم فمعنى كده ان شاء الله هتحصى بتجدد تجدد في حياتها وزوال لهمومها كمان بيع البيت بالنسبة للرجل الرجل الاعزب لما يشوف ان هو بيع البيت وخلاص بينقل الاساس بتاعه او العفش بتاعه او الاغراض بتاعته من منزله احيانا بتدل على مروره بازمة عاطفية في حياته او فشل بشكل عام اه في حالة انه لما يشوف ان هو الاساس بتاعه جديد وشاف انه نقله لبيت تاني جديد والبيت افضل فبشارة ليه بخلاصه من ديون كمان بشارة ليه بالزواج والنجاح اما لو كان رجل متزوج وشاف انه بيع البيت بتاعه فللأسف من الرموز اللي بتدل على مشاكل كتير مع زوجته ممكن تؤدي للفراء او للانفصال بيع البيت كمان للرجل احيانا اللي بتدل على فراء شخص مقرب سواء الفراء ده بانفصال بمشاكل او بخلافات او بسفر او لقدر الله بوفاء لما يشوف انه انتقل لبيت تاني افضل وبيت تاني اوسع واحلى فده رزق وتيسير في اموره كمان خلاصه من مشاكل كانت في الماضي او حل مشاكل كان بيمر بيها في الماضي لما يشوف انه بيبيع بيت البيت ده كله غرف في المنام فده احيانا بتدل على اوهام او افكار لمشاريع هو عايز يدخل فيها بيع البيت المسلم فمن الرموز اللي احيانا بتدل على عدب التزام وبقراءة القرآن الكريم كمان بيع البيت اللي فيه تينة او فيه طراب او فيه مية مش نزيفة فمن الرموز اللي بتدل على عدم التزام اهل البيت ده كمان بيع البيت برضو من الرموز اللي بتدل على همه كمان على امر سيء هيحصل للرعي كمان خروجه من بيت الصغير او بيع بيت صغير وانه يشتري بيت جديد فده خروجه من هم خروجه من مشكلة او كمان بشارة اه بيتحسن في احواله المادية اه ده كده باختصار رؤية اه بيع البيت في المنام اتكلمنا عنه بشكل عام كمان هارفنا امتى بتكون رؤيته اه محمودة امتى بتكون رؤيته غير محمودة اه كمان اتكلمنا عنه للفتاة العزباء للمرأة المتزوجة للمطلقة وكمان دي الربل اه بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في اي استفسار او سؤال كتبلي تحت وانا ان شاء الله هردت عليكم بشكركم جدا وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة